من ضمن الأحداث اللي حصلت في مباراة Modern Future و Pyramids على المباراة اللي دخلت التاريخ من حيث عدد الرقلات الترجيح دخلت التاريخ سواء على مستوى العالم أو دخلت التاريخ باعتبرها المباراة الأطول من حيث رقلات الترجيح في الكرة المصرية ومن بين خمس أو ست مباريات هي الأطول في العالم بالنسبة لضربات الترجيح بيحتفظ فريقي أو نهائي كأس ناميبيا في 2005 بالمباراة الأطول من حيث ضربات الترجيح وصلت إلى 66 رقلت ترجيح حسب طبعا الإحصائيات التاريخية وبالتالي طبعا مباراة Pyramids و Modern Future وصلت إلى 34 رقلت ترجيح لكن في النهاية نادي الأهلي ونادي Modern Future فيه طبعا تركيز ما الأهلي عايز يحصد البطولة رقم 14 بالنسبة له و Modern Future بيصل إلى المباراة النهائية شيء إيجابي جدا بالنسبة ل Modern Future ترجمة نانسي قنقر